أنا أحب أسألك اليوم عن رمضان هذا العام، كانت وجبة دسمها للجمهور العربي من الدراما والمشنسلات والأفلام برأيك، إيش أفضل الأعمال هذا؟ شفت قسم كبير من، أنا الحقيقة أنا مشغول الفترة دي، بس شفت قسم كبير من الحشاشين، شفت قسم كبير من العتاولة لأنني مش عارف تتفرق على المجموعة كلها، صحيح آعم، ما تابع جودر طبعا، جنب الشغل بقى، والقراءة والكتابة، والبتاع تأو عارف يا راعد، نحن عندنا مشكلة في العالم العربي؟ عندنا أفلام تاريخية عظيمة، ولكن نقدر نعدها أنا وإنت دلوقتي يعني لو منتكلم مثل أفلام قدمت في السينما، مثلا عن حتى أفلام دينية فجر الإسلام وإسلامية وقتوز كل حاجات الحلوة دي او اللي اتكلمنا عن عمر المختار او الرسالة نصر صلاح الدين يعني نقدر نعدهم وكل مناسباتنا العربية الدينية ما عندناش غير الافلاندي هل نقدر نقول بهذا الانتاج الضخم بشرة بإذن الله ان احنا ندخل لعالم الانتاج الافلام وقصصنا ويبقى عندنا بقى مكتبة مختلفة مفيش كلام هي بس طموح العاملين على الحكاية عاوزين يوصلوا لفين بالمنطق فخلينا في الكتابة حضرتك وأنت مؤلف تطمح في ايه العمل القادم احنا ليس لدينا ادنى مشكلة في الكتابة وما عندناش ادنى مشكلة في الاخراج ما عندناش ادنى مشكلة في التعامل مع التقنيات عندنا مشكلة في الانتاج خلينا نحلم ناخد من جودر الاحلام ان احنا نقدم الف ليلة ونقدم قصصنا العربي ونقدم تاريخنا العربي ونقدم تاريخنا اختر لنا شخصيات كده تحب تشوفها في السنوات المقبلة او اعمل ما قدرش اقول على شخصيات انا محدد جدولي بس مش حارف اقول انا هاشتغل على ايه طيب احنا اليوم نحكي وتفضلت عن موضوع الثقافات والحضارة اليوم اللي احنا بالدول العربية كيف اليوم نستفيد منها برسالتنا للدرامية اليوم انا بذكر عندي بالاردن اليوم عن المدينة الرومانية وهي من عشرة ديكابولس طب فهذا اليوم قدش مهم ان احنا اليوم نركز على تاريخ وحضارة الدول العربية لانيصال الرسالة بطريقة فنية درامية طب انا بشتغل دلوقتي على منطقة الاولى في عندي حكاية منطقة الاولى في شمال المملكة العربية السعودية منطقة الاولى حضارة ممتدة من النباطيين في الأردن الى منطقة شمال الانباط الى منطقة شمال المهمة تنبش التاريخ المعرفي لهذه المنطقة الطبقات الثقافية التي مرت على هذه المنطقة لانه مش هينفع نفضل منغلقين صح مش هينفع ونخبي طبعا مش هينفع لازم في لحظة من اللحظات هتتكلم في التكوين لازم هتيجي في لحظة ليه ما انا لو ما تكلمش في تكوين الأردن وتكوين مصر الفضائيات مفتوحة الصحينا هيتكلموا الاوروبيين هيتكلموا ما فيش حاجة مستخبية خلاص التاريخ كله مكتبة التاريخ مفتوحة امام الجميع القنوات المفتوحة ما فيهاش محظورات فعلينا اما تعامل مع جمهورنا بمنطق الكبر ابنك خوي صحيح بدل ما الاخر يشويه ويملا حكاية وزي ما بده بس قدم له الحكاية وشوف الانتاجة يعني نصر صلاح الدين على سبيل ده اسيا داغر ده قبل مؤسسة السينما صحيح طيب عمر المختار بقى عمر المختار صحيح عمر المختار ده الدولة الليبية طبعا جاب العقاد وجاب الكذا وغفر الانتاج اللي لو لا انه ليبيا تدخلت كان مين هي قدر ينتج عمر المختار لأ وشوف الحلاوة وقتها انه احنا كمان كعرب شفنا النسختين نسخة الانجليزية طبعا والنسخة العربية طبعا النسخة العربية كانت بديعة طبعا يعني بديعة ده انا هفقول لحضرتك على حاجة عبدالله غيس بيعمل الدول اللي بيعمله انتوني كوين صحيح حلو انتوني كوين كان مفترض عبدالله متصور رحمة الله عليه انه انتوني كوين حيمثل الاول صح لانه كان بيخلص الشط بيخلص المشهد كده ويروح واخد في النسخة الاجليزية عبدالله غيس هو اللي مسل اللي اول عبدالله دقامت لكوين اللي طلب منه كده قال له اشتغل انتوني وكان بيشاهد وهو بيتوضع وبيعمل مثلا ليه شخصيتك انت ده وجدامك انت انا هشوف انت شايف وجدامك ازاي وانا هعمل على غرارك شوف الممثل المحترف المولوع في التعاطي مع المسألة القضية فين دلوقتي انت في قناوات مفتوحة وجيلي تربى في السوشيال ميديا ومعادش حاجة ممكن تستخبأ انا ممكن اكتب كذا كذا في المنطقة الفلانية لتطلع وكذا 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 فلابد ان نتعامل مع ابنائنا وثقافتنا بمنطق انكبر ابنك خويه انه احنا مش حينفها والزرفية التاريخية حتحتم علينا في لحظة من اللحظات ان احنا بيش حدلقى غير بعض وتفرض علينا شكل اشكال التفاهم والتسامد احنا عايزين قبل ما نختم برضو حاجة طريفة جدا في جودر وهو صغر سن ياسر جلال اي وهنا برضو ده حيديك في الكتابة انك توفر شخصيات يعني احنا ما اتطرناش نجيب حد مثلا في العشرينات ولا لياسر جلال فاذا احنا استمتعنا بياسر جلال نفسه بالزكاء الاصطناعي لا 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 ما فيش اي زكاء اصطناعي لا لا ياسر جلال اشتغل خالص اشتغل على نفسه بس ياسر جلال اشتغل على نفسه فقط ما فيش لحظة فيها اي فكتس عن ياسر جلال ايوه ده هو وصل بتمرناته العضلية ياسر عامل جيم يعني هو عمل زكاء اصطناعي بنفسه اه هو بنفسه بنفسه اه يعني عمل بنية جسدية لشهريار ومن ابتاع كده اشتغل عليها فترة من الوقت ولذلك ما سواده خلص ده راح تداخل في جوذر فرق في الوزن طبعا وفرق في التون وفرق بكده فما فيش اي لحظة ده انا انا تأكدت ان هتاقضي بالك من الحكاية دي ما فيش اي لحظة هي الناس كلها كلمت فيها الحقيق هذا الشيء عموما يحسب يعني واحنا اليوم كلامنا معك وحديثنا معك لا يملل امانة يا ربي رضي ان المؤلف انور عبدالنوريث وهذا كلام جميل واليوم كديش احنا يعني بصراحة نفرح لما نشوف اليوم كديش تاريخنا وكديش اليوم ثقافتنا منتشرة حتى بأعمالنا درامية شكرا اليك وشرفنا به يا ربي بالك نورتنا ونتمنى ان شاء الله ان احنا تكون بشرة الخير لانتاج اكبر وأفضل وأعمال كتيرة احنا بحاجة اليها كلنا نورتنا والف مبروكة على جودر ومنتظرين نتابع كمان الجزء التاني من جودر بنفس النجاح شكرا جزيلا شكرا جزيلا